السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعات في قناة شيوة ومعبير وصفوان هذا النهر سنقوم بتحضير عيد الأضحى سنحضر معكم القطبور المعدنوس بطريقة رائعة تستطيع ان تحتفظوا به فتلاجة لا يخسر مواله سنحضر معكم ثومة بطريقة جميلة تهنيكم من التعب كل ساعاتنا قوي تصيبها بكمية كبيرة وتضعها في مجمد فقم ما تريدها وهنا قد نقل القطبور المعدنوس والرجلة الفيديو الماجي سنقوم معكم مقبيلات او صارتات العيد الكبير سنبدأ على بركتي الله بعد غسلت القطبور المعدنوس خليته تقطر الرجلة تغسل ثلاثة المرات حتى يولي المدية الهنقي ثومة اخذت هنا الكيمياء اللي بغيتو كترقضوها في الماء حتى تولي رطبها وكتولي كتلقى ذاك القشرة ديالها بسهولة يعني غي كتجبدوها بحلاك كتمشي معكم ذاك القشرة بسهولة يعني كتفسخوها كتولي وكتفسخوها بحلوز كتجي سهلة بزيف وحتى مني كترطب كتساعدكم باش تطحنوها في المولينكس كتجي سهلة بزيف صفي هناك كفمشتورها ضغية كتنقى فقط تحتاجوها كده تفسخوها بين يديكم راها مكتعدبش نهائيا و يعني كي خسكم تخليوها جهدوا واحد ساعة المقانة حتى كترطب مزيان باش ما تعدبكمش وصفي كندوزو دابع نشفوها مزيان بعد ما غسلناها واضي نشفوها مزيان هكتبشي منديل يكون نقي وصفي غادي نضحنوها مباشرة في المولينكس اللي عندو البنات اندو تخوها استعملها كتطحن احسن واللي عندها غير مولينكس فهذه الطحانة هادي فغادي تستاعن بشوية دي الملحة واحد المعلقة كبيرة دي الملحة وطحن بها دي كتومة سوف يتكت ارجع لنا بوماد هذ الطريقة هادي را خديتها عند العقوستي اللي يذكرها بخير فوق ما تعمشي عندها كنلقها موجدة هاد البوماد هادي عندها في الفريقو هي كتدقها بالمهراز كيف ما كتعرفو ناس الزمان را كانوا تيدقوه تومة والملحة في المهراز دي المنحاس فانا ما توفرش عندي ذاك المهراز عندي غير هادا دي الخشب فطفي قلت نتحنها هكذا في مولينكس من الاحسن وكتجي ساهلة البنات فوق ما كنبغيو الحوت كنبغيو يعني شرمو لدي الحوت كنبغيو لبات اي حاجة كتلقو ديك توم بوماد هكذا الساهلة بززف كتتسهل علينا بزفة الامور كيف ماشيتوا البنات بعد ما زيت لها ذاك معلقة دي التومر هات الطحنت ليه مزيان في الاول ما كنتبه تطحن وتزلت لها ذاك الملحة عادة باش تطحنت ليه مزيان على هاد الشكل هادا وصافي كنديرها كنضيف لها زيت الزيتون باش ما تخسرش وحتى مني كندورها في الفريقو انها كنبغيو نجبدوها ما كنلقوهاش قاسحة ما كنتجمجش إلا درتولها هاد الزيت كتبقى يعني شدف راسها كتقصح شوية ماشي بززاف يعني كنت تقدروا تحكموا فيها تاخدوا القياس اللي بغيتوا غيب المعالقة سوف نضيفها هنا في الطاصة دي الزيت وغضي نغطيها ونحتفظ بها مباشرة في المجمد وكانت هدي الوصفة الاولى دينا ديال اليوم هي التومة طريقة ديالتحضير التومة الاحتفاظ بها لمدة اطول را كتبقى معاكم حتى ال 6 شهور او اكتر ما كتخسر ما كتبتدلونها حتى المدق ديالها تيبقى هو وهو كيف ما كتجبدو التومة وتحكوها طريقة نفس المدق ما كتبدلش صفي دا بغى ندوزوا البنات القصبور المعدنوس هو نعطيكم طريقة دياله الي اصلا جربتها صراحة واغزالة نشاركها معاكم لعيد هذا دا بغى نحتاجوا بزاف القصبور المعدنوس خذيت هاد القريعات هادو من بيم فاغصلتهم مزيان عقمتهم وصفي غادي ندوز نخليهم يتقطروا مزيان الملماء تبقى فيهم تشي قطرة الماء لبنات كيخصوهم يكونوا ناشفين تماما نعود مسحوهم بالبابي من الداخل ودز هنا يطحنت القصبور ديالي بعد ما اه نشف كيخصوه ينشف ملماء مئة في المئة يعني ما تبقى فيه تشي قطرة ديال الماء وإلا غدا تخسر لكم هاد الوصفة يعني كيخص القريعات يكونوا ناشفين والقصبور والمعدنوس حتى هما يكونوا ناشفين مزيان بعد ما اطحنت هاد المعدنوس بالهاشوار ضفت لي واحد شوية ديال التومة وصفي كان حركو هاكده يمكن لكم تستغنوا على ديال التومة متديروهاش فصفي كان نديرو شوية ديالزيت هاد القريعات ديال الساج مال احسن البنات الزاج تفادوا الميكا ماشي صحيه سوف نعمر هادوك القريعات على هاد الشكل هاده ندير القياس ديال المعدنوس وغاد ندير عليهم وريقات ديال الرند واحد جلس الوريقات الوثلاثة ديال الوريقات ديال الرند وكن نعود نغطي مزيان بزيت الزيتون او لا زيت نابتية يمكنكم تستعملوا حتى الزيت نابتية ما كانش يعني ما كانش مشكل كان نحاول ندهن ذاك القريعات هكده كانت بزيت مزيان من الداخل وعاد نحط فيه هداك كان عمرهم بالمعدنوس ونفس الطريقة كنديروها حتى القصبور تهيئة نفس طريقة البنات وكتبقى مدة طويلة في الثلاجة ماشي في فريقو كان حتى نجول المعدنوس هكده يكون طريقه ما يتبدلش اللون دياله خصصا القصبور كنعرفوه من اللي كنديروه في الفريقو ركيت تبدل اللون دياله تيوليك حل متيبقاش زوين فهد الطريقة هادي غادي تستعملوها وغادي تجربوها وتعجبكم وغادي تعتمدوها تنتم ان شاء الله في المنازل ديالكم وكان قولك لأول مرة كتشوفي قناتي مرحبا بك على قناة شهيوة ام عبير وصفوان ضغطوا على زر زر اابوني وتابونوا معنا في القناة وخليولينا اللي لايك ديالكم وتشجيع ديالكم شكرا لكم شكرا لكم بزاف شكرا من القلب كيفما كتشوفو هدية هدو ما الطرق اللي تقاسنتهم معكم اليومة طريقة الاحتفاظ بالتومة وطريقة الاحتفاظ بالقصبر والمعدنوس لمدة اطول بلا ما يخسروا بلا ما يفسدوا بلا ما يتغير اللون ديالهم كنتمنى ينالوا اعجابكم هدو الوصفات هدو هدو الاقتراحات ان شاء الله نزال نزيدكم وصفات اخرى واقتراحات اخرى لعيد الاضحى ان شاء الله تعالى وعوش لكم بروكا البنات اللي يدخل عليكم العيد بالصحة والهنا وراحت البال وكل ما كنتمنى ان شاء الله وهنا كنتستمر ندير نفس طريقة للمعدنوس القصبر عفوا هتا هو نفس طريقة كان ندير الزيت في ذلك القريعات وكان عمر القريعات بالقصبر ديالي كان ندير فوق منهم ذلك الوريقات ديال الرند وهنا فقط ما درت شتمه مع القصبر خليت وبلاش صافي درت غير الوريقات الرند وغطيت هنا بالزيت وما تنسوش خليوا لي اعرائكم واقتراحاتكم البنات في الكمونتير وشكرا لكم على المتابعة وعلى تشجيعات ديالكم على الكلام الطيب النابع من قلق قلوب صافية وشكرا لكم بزاف دامت لكم ان شاء الله الافرح والمصرات وعيدكم مبارك سعيد وما تنسونيش من الدعوة تديركم الابنات تدعوا معايا بالشيفاء ان شاء الله تعالى ولكل مريض ما تنسوش البنات اللي ببرتاج ببرتاجيوا هاد الفيديو هادا مع الامهات ديالكم حبابكم صحابكم كانوا هادو متحضيرات ديال اليوم كنتمنى ينالوا اعجابكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة لا تنسا اشتركوا في القناة بير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة